تحضرني هنا قصة إسلام جيفري لانك جيفري لانك دكتور بروفوسور أمريكي يحدث عن طريقة إسلامه كيف كانت يقول كنت في طائرة وكان بجواري شاب مسلم باكستاني يبدو فعندما وصلنا غادر الشاب مسرعا وخلف نسخة من القرآن الكريم المترجم فأنا رأيت النسخة أخذتها وأسرعت لأعطيها إياه فعندما رأيته في المطار قال لي احتفظ بها هي هدية مني لك المهم أخذها جيفري وقال أنا لا أهتم لا بالقرآن ولا بالإنجيل لأنه كان مسيحيا لكن كان يرى تناقضا كبيرا بين أمه وأبيه أمه كانت صالحة جدا تقية قديسة دائما في الصلوات ودائما في الكنيسة وأبوه كان فاجرا عاصيا ويؤذي أمه ويضربها ويجتمها فأصبح عنده شيء من الاعتراض على خلق الله تعالى فكان يقول دائما هذا السؤال لماذا يا رب أنت تخلق الفاسدين في الدنيا إذا كنت أنت الذي خلقت الناس طيب ما أخلق الطيبين لماذا تخلق الفاسدين يؤذوننا ويسفكون دماءنا فالمهم أخذ هذا الدكتور هذا الكتاب ووضعه جانبا بعد فترة جاءته فرصة ففتح القرآن فبدأ بقراءته ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه توقف هنا قال لا ريب فيه كم هو مغتر ومغرور هذا المؤلف يقول أنه كتابي ما في خطأ ثم تابع إلى أن وصل لسؤال الملائكة عندما قال الله تعالى للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فانتبه البروفيسور وقال هذا سؤالي أنا حتى الملائكة تسأل نفس السؤال لماذا يا رب أنت تخلق أولاء الفاسدين الذين يفسدون في الأرض فانجزب إلى القرآن الكريم وراح يقرأ يقرأ وكلما قرأ اقتنع بكلام الله أكثر حتى وصل إلى أن الدين الإسلام هو الدين الحق وألف أول كتاب أسماه حتى الملائكة تسأل